بعد سنوات من الكفاح نجح المخرج المصري محمد الدياب في الوصول إلى العالمية من خلال أحدث انتاجات شركة مارفل مون نايت أو فارس القمر وصل سيناريست فيلم الجزيرة وفيلم اشتباك الشهير إلى عالم حلم به دوما ومعه عبد الحليم ونجاة الصغيرة وغيرهما من الأسماء التي سطرت أجمل الروايات في تاريخ الفن المصري والعربي فأبدع وأبدعوا مجددا أهلا محمد أهلا بك سعيد أن أنا معك محمد أخبرنا عن تجربتك مع شركة مارفل العالمية كأول مصري وعربي ينال هذا الحظ بالتأكيد هي تجربة مختلفة عن أفلامي اللي هي الأفلام البسيطة الصغيرة اللي أنا بيبقى فيها عندي سيطرة كاملة طبعا التعامل مع حد كبير كل ما تبقى الشركة أكبر كل ما تبقى لازم تبقى أنت عارف تكون جزء من ترس في عجلة كبيرة فده علمني حاجة كبيرة وجديدة وفي نفس الوقت كان تحدي بالنسبة لحد زي أخرج دراما فقط أن أنا أخرج أكشن وأخرج كاميدي وأخرج حاجة على فرق كبير جدا في البودجيتس يعني بس أحسس أن أنا دخلت المدرسة كبيرة واتخركت حضور مصري قوي لاحظناه في طاكم العمل لماذا استعانى دياب بأسماء مثل هشام نزيه في الموسيقى التصويرية وأحمد حافظ في الموتاج ونجوم مثل ميل قلموي في الجزء المصري بالإضافة إلى أسماء أخرى الجزء المصري كان في منتقى الأهمية لأن الشو ده قايم على فكرة أن البطل أخد قوته من إله فرعوني قديم وفيه جزء كبير جدا منه بيدور في مصر فالثقافة المصرية لازم تبقى جزء منه أنا لما جيت أخد الشغلانة دي بتقدمت وسط ناس كتيرة جدا أنا وسارة جوهر مراتي قدمنا بريزنتيشن متين صفحة كان جزء كبير منها بيتكلم على إزاي هنبين مصر بثقافتها وطعمها مش الشكل العام اللي دايماً مصري بتظهر فيه إنها صحراء وإنها فقط مكان كأنه يبدو من العصور الوسطى فإظهار مصر بطعمها كان جزء منه إن إحنا نجيب فريق عمل مصري له طعمه وبالتأكيد بيظهر كل واحد فيهم طعمه في كل جزء وعايز أقولك إن ماربل مبسوطة جدا منهم كلهم وكنت بحظوظ إن كان معي حتى الناس اللي مش مصريين زي استفانيا سيلة الأر ديركتور وزي ماجم كاسبرليك الكاستوم ديزاينر إنهم يعني عملوا أفضل حاجة عندهم لدرجة إن النهاردة مثلاً حلقة الثالثة مش متصورة في مصر بس الحلقة كلها كأنها في مصر وكل الناس مبسوطة بيها وحسة كأنها متصورة في مصر ما قولك في موجة المسلسلات التي تعرض سنوياً في كل رمضان؟ وما رأيك في مسلسل الاختيار ثلاثة؟ أنا ما حايتش السنة دي أتفرج على أي حاجة ولكن اللي أقدر أقوله إن أنا دايماً في مصر منباهر بالمسلسلات المصرية النتيجة اللي بتطلع بالمجهود اللي بتعمل لأنه النهاردة لو طلبت من ستيفن سبيلبرغ يعمل 30 حلقة يكتبهم في 4 شهور ويخرجهم في 5 شهور مستحيل يطلع حتى النتيجة دي فالمستوى اللي بيطلع هو مستوى عبقري بالنسبة للوقت المطروك لو وديته للمبدعين لو أخدوا وقت أطول في الإخراج وفي الكتابة أعتقد النتيجة هتبقى مش طبعية وبالنسبة للاختيار كل اللي أنا للأسف سندي عشان أنا لحد النهاردة بصور من أسف بنشتغل حتى في البوست وفي الحلقة أنا لسه لحد دعوتيش أغانيها على الحلقة السادسة فما قدرش تشوف غير الكليبس الحاجة الوحيدة اللي شفتها هي فيديوهات الياسر جلال وبصراحة أداءه كان مفاجئ لي أنه إزاي يعرف يمسك الشخصية بتاعت رئيس السيسيو يعني عملها بشكل ممتاز بصراحة من خلال مونايت قلت أنك ترغب في تقديم صورة حقيقية عن مصر والمصريين بعيداً عن الصورة النماطية للعرب عموماً ماذا يعني هذا الكلام؟ زي أي عربي ومصري بشوف نفسي دائماً في هوليوود بلائي لما بتجي بلد عربية بنشوف أن هي مجرد صحراء ومكان يبدو همجي أو مكان كان من العصور الوسطى الصحراء جزء من تكويننا ولكن صحراء جزء من شكل بلدنا مش هي البلد كلها وفي نفس الوقت طريقة تصويرنا كبشر حتى الطريقة الأوريانتلسة طريقة الاشرقية اللي احمد بنبان فيها الستات دائماً ضعفاء والرجالة أشرار والطريقة الوقوع في فخ النماطية في كل حاجة فعلى قد ما قدرت بما يسمح به الوقت ويسمح به الأمر أعتقد أن الشوء بتاعنا حتى بشخصية ميل قلماء واللي هي بتلعب شخصية اسمها ليلى لما الناس هتشوف الشوء غايت أخره مصر النهاردة اللي ظهرت كأنها مدينة القاهرة يعني مش كأنها الطريقة اللي تتصور بيها كل الحاجات دي كان موضوع مهم أنها هتبان بشخصيتها الطبيعية وحتى الموسيقى اللي بنستخدمها الموسيقى نحن نيجي بفننا ونبان أن نحن عندنا نحن عندنا فن ما بين القديم لأن نستخدمنا ناجاته عبد الحليم ما بين حتى الراف والمعرجانات والأجواء الجديدة اللي فيها جو موسيقي مختلف ما رأيك في الدرجة التي أثارها فيلم أميرة وصحبه من ترشيحات الأوسكار؟ وهل أنت نادم على هذا العمل؟ أميرة من أحب الأفلام ليه في حياتي الفيلم دي تعمل بحب لفلسطين وأعتقد أن الحمد لله أنه في الآخر الإجابة على أي حاجة هي الفيلم نفسه الفيلم هيفضل موجود واللي عايز يشوفه يشوفه وهيبقى الحكمة للتاريخ على الفيلم ده أنا يعني عاشق الفيلم أميرة وعملناه بحب كل إنسان اشترك في الفيلم ده عملوا بحب لفلسطين هل توقعت الوصول إلى هوليوود؟ الوصول لهوليوود ده جزء من فكرتي من أول يوم وأنا بخش الشغل أنا أنا تعلمت إنجليزي من عشق الأفلام هوليوود وهي اللي حببتني في السينما عندي إيمان أن البشر متشابهين قدراتنا متشابهة عندك الحد الأدنى من الموهبة هيبقى فضل الإجتهاد الأمريكان كمثال أو الناس اللي بتروح مع رجانات كبيرة مش مختلفين عنك بالعكس أنت تجربتك الإنسانية الصعبة المختلفة بتخليك إنسان مميز وعندك صوت أكتر فإلا هيبقى فاضل فاضل الإجتهاد فاضل إن أنت تعد ما بين الفيلم والفيلم تاخد وقتك عشان تكتب وعشان تخرج فاضل إن أنت تذاكر كتير وتتعامل دايما إن أنت تلميس في مدرسة الحياة ومدرسة السينما وفي نفس الوقت آخر حاجة بقى تدور على قصة تبقى قريبة من قلبك وتعبر عن نفسك بشكل صادق وبصوت مميز فلو هتسأليني تاني الحقيقة آه كنت عارف إن أنا فيه فرصة كبيرة إن أنا أوصل لهالهود لو اكتهدت وعمشيت بالخطوات يتبقى التوفيق بالتأكيد والتوفيق مش هيجي غير للجاهزين فإنت ممكن تجيلك فرصة وإنت مش جاهز وهتضيع إنما لو أنت جاهز هيبقى التوفيق جاء في الوقت المناسب وهيحصل النجاح السؤال الأخير ما هي النصيحة التي يقدمها دياب اليوم لصناع الأفلام العرب حتى يصدروا فنهم للعالم نصيحتي تمسك بشخصيتك ويعرف أن أنت ليك صوت بشوف مخرجين خطار بيحاولوا يعملوا هوليوود عندنا بمعنى أنه بيتحول تماما لحاجة مسخ عايز بس يبقى حتى في الأغاني وفي الصوت وفي المزيجة وفي طريقة التصوير وفي كل حاجة وفي الديكورات بالعكس أنت ما أصدر قوتك هو صوتك اللي جاي من منطقتك ومن بلدك فاحتفظ بسخافتك ودي أهم حاجة شخصيا طريقي كان أن أنا عملت أفلام مصرية راحت مهرجانات فجالي ناس معجبة بأفلام المصرية فده اللي هقدر أقوله لك وطبعا الحاجة الأخيرة إنك لازم تضحي أنا كنت بيتعرض على يعمل فيلم كل سنة أنت بقرر أن أنا أفضل ما بين الفيلم وفيلم حوالي خمس سنوات علشان فيلم يبقى متقن في الكتابة والإخراج كانت تضحية مادية وتضحية كبيرة جداً دي قربتني الأحلام فأنتصل متأخر مش مهم بس أنتصل جاهز هو ده المهم محمد دياب شكراً لك أشكركم وسكنت سعيدة أن أنا معاكم خمس للمتوقع اشتركوا في القناة